الله يمسيكم بالخير كثير ينزعج من المسج اللي يوصله مثل هذا مساحة تخزين الاي كلاود ممتلئة ويجيه مساحة تخزين الايفون ممتلئة فيه فرق بين الاثنين الخدمة السحابية الاي كلاود لك خمسة جيجا تقدر تدخل هنا هذه مليانة اقدر ادخل واشوف واشتفى اصيلها يا اسوي ترقية او اني اقدر ابحث عن الحلول وافرغ مساحات من الواتساب من البرامج اللي محتاجها من الصور المكررة كل هذه حلول بستعرض انا وياكم الحلول للمشاكل التخزين في الاي كلاود وللايفون والاي كلاود بمعنى المساحة خمسة جيجا لك حلين يا انك تسوي ترقية تدخل من هنا وتسوي ترقية لان معلوماتك وصورك مهمة او انك تحدد الاشياء اللي تحتاج للنسخ بجهات الاتصال المفكرة بس الاشياء المهمة كل هذه قاعدة تنسخ فتاخذ مساحة كبيرة مفترض انك تحددها هذا بالنسبة للاي كلاود انا بالنسبة لي اخدت مساحة 2 تيرا اقدر اخزن اي شيء ابغاه لان فيه اشياء غلط مهمة اذا انت عندك خمسة ولا تبغى تشتري مساحة ولا يخصم عليك كل شهر خلاص حدد جهات الاتصال حدد المذكرة الاشياء المهمة عندك والباقي ما تحتاجها وبالنسبة للمساحة الجهاز اروح من الاعدادات بعدين عام مساحة التخزين بعد كده بيطلع لك المساحة حقتك الموجودة والمستخدمة وبتطلع لك بعض التوصيات يقول لك هنا تسوي تمكين ازالة الاشياء الغير مستخدمة عشان يعطيك مساحة ولو ما كان عندك مساحة في الجهاز جهازك تدخل على الاعدادات وتحذف البرامج الغير مستخدمة او تفعل هذا الخيار ازالة التطبيقات غير مستخدمة عشان يعطيك مساحة لان بعض التطبيقات تكون كبيرة وكثيرة ولها حجم وتنساها وتنسا تستخدمها في الافضل انها تروح ترجمة نانسي قنقر